دلوقتي المولانا جالنا سؤال كده أو فكرة يعني الفكرة بتقول إنه ماذا لو إنه سيدة كانت متزوجة ثم حصلت على الطلاق وهذه السيدة تستحق معاش بس بعد كده هي هتتجوز حد تاني فتقرر إنه الزواج يكون عرفيا حتى تستطيع إنها تحصل على المعاش ما قولكم ده معزكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه الكريم وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله القائل كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به وبعد فبادئ زيبد سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان خل حضرة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان ابن عم أمه سيدتنا آمنا بنت وهب عليها سلام الله ورضوانه فجاء سيدنا سعد بن أبي وقاص وهو من العشر المبشرين بالجنة وأول من رمى بسهم في سبيل الله صلى الله عليه وسلم سهم في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم فسيدنا سعد بقول له يا رسول الله أدعو الله لي أن يجعلني مستجاب الدعوة النبي لم يقل له أنت خالي أو أنت من العشر المبشرين بالجنة أو أول من رميت بسامن في سبيل الله فأنت مستجاب الدعوة لا محابا في ذلك قال يا سعدو حتى ما قلش يا خالي يا سعدو أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة إن الرجل لا يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغزية من حرام فأنا يستجاب له من هنا نعلم أن هذه الصورة هي على فكرة بتقع كثيرا وهقول لك بس العلاج إيه أولا يحرم الاستيلاء على المال العام لأن في خلط عندك كثير من المواطنين إن المال العام في تصورهم ليست له حرمة من قال ذلك حرمة المال العام أكبر من حرمة المال الخاص حرمة المال العام أكبر من حرمة المال الخاص ولذلك ما يأتي هذه الصورة الإحتيالية أن رجل وامرأة يتفقان على زواج غير موثق يعني بهدف استيلاء المرأة على أموال التأمينات هذا كسب خبيث وهذا تحايل محرم ومجرم ويجب على الأجهزة المعنية التصدي لهذه الجريمة النقراء بإيه حاجة بسيطة تعديل قانون التأمينات أنا بكلمك بصراحة أصليحنا مش ظهرنا أن إحنا إيه نشخص الداء ولا نصف الدواء يبقى ما عملناش حاجة طب التعديل يبقى إيه نعم التعديل يبقى إيه حقول لك التعديل يبقى إيه التعديل أولا هذه المرأة قد تكون بائسة فقيرة معدمة إلى آخره هي بتأخذ معاها مثلا نفترض من أبيها أبوها اللي مات مثلا طب هذا الأب سدد لخزانة الدولة أقصاد تأمينية طوال خدمته الحكومية فلما يأتي الورسة في وضح النهار ها وتأخذ هذا المعاش بدل من التحايل بدل من التلاعب بدل من الغش لأنها ستقع ومن عاونها على جريمة نكراء الله قرنها بجريمة عبادة الأصنام أو الأوسان في صورة الحج فاجتنبوا الريكسة من الأوسان واجتنبوا قول الزور فده قول زور وفعل زور والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما يعني كان متكئا كده مع أصحابي رضي الله عنه رفع الكلفة شوية فبيقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين ثم اعتدل بعد أن كان متكئا فقال ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا حتى زرددها كثيرا فأشفق عليه سادتنا الصحابة سادتنا الصحابة رضي عنه قالوا يا ليته سكت فحضرتك أنا بناشد وزارة التأمينات أنها تعالج هذا الخلل وهذا العوار أن يسمح للمرأة التي تأخذ معاش سواء بقى كان من جدها كان من أبيها كان من أخيها قد تبال حضرتك كان من زوجها الراحل ومات وتريد أن تبكي عليه وتتزوى غيره يبقى هنا نقول لا يا وزارة التأمينات مشكورا رجائي إصلاح هذا الخلل حتى يطعم الناس الحلال مش هيها تبقى في عصمة راجل وقد يكون لنا فقير قد يكون معدم هقول لي ساتك حاجة قد تكون خايفة من تجربة فاشلة الناس تتزوج وقد تطلق وبعدين عشان ترجع بقى بتعيدات استخراج المعاش هتأخد أشهر عمل الأمور ما تستوي على عودها احنا بقى في إدنا نعالج الخلال نعالج الخلال ليه لأن نريد للمجتمع أن يطعم لقمة الحلال الحلال وبين والحرام وبين وبينهم أمور متشابهات فمن اتقى الشبهات فقد الصبر لدينه وعرضه